موسيقى 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 بصوا بقى الليوم هنا هيقع على المزيع انه اسهب في القول والرغي فاضيع الوقت لكن لازم نرحب اولا بمولانا فضيلة الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر اقول له معلش يا مولانا انا عندي هو سؤال لكن الاول نورت اهلا وسهلا بكم ومرحبا مولانا انتشر في الفترة الاخيرة سلوك انا اشوفه مش محترم وغير جيد الناس بقت منقشتها مع بعض فيها الشتيمة والسب واللعن والهزار حتى الهزار امتلأ بالالفاظ اليس او اليست مكارم الاخلاق ليها سواب يعني لما بقى لساني عفيف وخلقي نظيف اخد عليها سواب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في حق رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال انما بعثه لأتمم مكارم الاخلاق وقال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق وإن أبغادكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاق وقال الحكيم إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء رأيت الحر يشتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء يعيش الناس ما استحيوا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء إذا أنت لم تستحي ولم تخش عاقبة الليالي فاصنع ما تشاء الحقيقة زواهر غريبة عجيبة على معدن الشعب المصري ظهرت في الآونة الأخيرة سواء كانت مواد مقدمة مرئية أو مقروئة أو مسموعة أو على التواصل الاجتماعي لكن أنا قلت أني ذي أشجار طفيلية على المعدن الأصيل للشعب المصري لا بد من تدارك ذلك من علماء الاجتماع من علماء الدعوة بالنسبة للمسلمين من رجال الدين المسيحيين في الأعمال الرعوية لإعادة مصر أو الشعب المصري إلى ما هو علي من مكارم الأخلاق طبعاً نحن لا نعمم ولا نطلق الحمد لله الأصل الأصيل النفيس لمصر موجود ولكن هي ظواهر أرجو أن تكون مؤقتة حتى زي من تفضلته أستاذ يوسف النقد أو النقد تخلى عن أدب الحوار يعني شوف حتى ربنا بيعلمنا في القرآن وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلالهم مبيت إنما الآن كل واحد عايز يحتكر الحق النفس ويحكم بالخطأ على غيره بدون مراعاة لآداب الحوار هذا شيء معيب ومسيء ومشين نسأل الله تعالى أن يطاهرنا من هذا البلاء اللي هو ترد الأخلاق وأن نعود إلى مكارم الأخلاق ومحامد أصفا بإذن الله أنا هستأذن إحنا هنختم الحلقة لحد كده بكل ألم وأسف لكن أنا أستأذن برضو نحن الأسبوع اللي جاي عايزين نتكلم في نفس الموضوع عشان نديله حق خلاص وخصوصا أنه في بعض الجماعات المتطرفة زي الأخوان والغيرهم ببعض ما يروجون له من الطقية وإيه يعني لما نشتمهم هم يستهلوا وده ما فيهوش عقوبة ولا فيها زنب عشان بس الناس تبقى فاهمة فدي هنقعد نتكلم فيها الأسبوع الجاي بقى باستفادة نعم ويديك ويدينا العمرة مولانا بارك الله فيكم ولعله من باب خير الكلام أقل ودل اللهم آمين خلصت الحلقة الحد كده كل الشكر لضفنا العزيز فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ويعني هي دقيقة أو هتلاقوا معاكو كريم رمزي ورقم عشرا نستأذنكم لو جللنا عمري بإذن الله نتقابل بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامت ترجمة نانسي قنقر